موسيقى موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى برنامج مسارات في ظل أزمة غير مسبوقة في المنطقة منذ سنوات وعدوان مستمر للاحتلال على غزة وألاف شهداء والجرحى والمفقودين وكارثة إنسانية وإبادة يواصل على الأردن جهوده لوقف إطلاق النار وهذه المرة كانت عبر جولة ملكية شملت الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا الجولة حملت عنوين واضحة ثابتة وراسقة وقف الحرب، إدامة المساعدات والإغاثة منع التهجير، عودة الغزيين إلى بيوتهم وقف اعتداءات المستوطنين في الضفة وعودة الدعم وزيادته للأونروا وأن أساس الأمن في المنطقة إحقاق الحق الفلسطيني دولة وحرية قراءة في الجولة الملكية، المنطلقات والثوابت وآفاق الحلول وتطورات العدوان ومآلته محاور هذا الحديث في هذا المساء في برنامج مسارات مع الكاتب والمختص بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي الأستاذ حمادي فراعنة والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مجيد عصفور أهلاً ومرحباً بالضيفين الكريمين نبدأ هذا الحوار بعد أن نشاهد هذا الملخص للجولة الملكية وبعده نبدأ بهذا الحوار السلطة والمعامل ですか شكرا لك على تحسنة حسناية أصبحتنا ومن أجلها اليوم. لا يمكننا أن نستمر ونحن هذا يتبع. نحتاج لنا الضوء 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 الآن. هذا العرى يجب أن ينتهي. نجب أن نعمل وقتاً وقتاً تجهزة 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 ستنبذية للتجهزة على كل مستحيل ومكانيزات ويساعدة دكتورة ومعاقبة تجهزة ومعاقبة تجهزة لا تتحقق بلادات كلمة لا يمكنه البدء إلى قدراتنا وعلى الأمريكس كما يتحقق بالنسبة لكي يعمل تعمل كل نوم لتواجهة ومعاقبة على الرغمين تجهزة كما هم الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر سيكون هناك تشعر بشكل تشعر بشكل تشعر بشكل تشعر. سيكون هناك تشعر بشكل تشعر. شكراً. أولاً لا يمكن فصل هذه الجولة عن جولتين سابقتين منذ 7 أكتوبر. الجولة الأولى كانت في 14 أكتوبر. بدأت الحرب على فلسطين على قطاع غزة بـ 14 أكتوبر. وكانت تحمل شعار أو برنامج بعد صدور البيان الخماسي الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني الإيطالي. البيان الخماسي الأول. بين قوسين حق المستعمر الإسرائيلي في الدفاع عن نفس. كان هذا البرنامج. كان هذا الشعار. ولذلك رأس الدولة الأردنية جلالة الملك توجه إلى أوروبا. والتقى مع الرؤساء الأربعة. البريطاني والإيطالي والألماني. الفرنسي جاء إلى عمان والفرنسي. وبالتالي عمل على ضحض هذه الرؤية. وضحض هذا البرنامج وضحض هذا الموقف. كان هذا هو جوهر الجولة الأولى. نسف مضمون ما يسمى حق المستعمرة في الدفاع عن نفس. والجولة الثانية كانت بعد الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة. لأن يؤف جلالت وضع خطة من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت ثلاث أسابيع تقتصر على عمليات القصف فقط. الجو، البر، البحر، طيران، مدفعية، صواريخ الأخير. وانتهت الجولة الأولى بثلاث أسابيع. وبدأ الاجتياح الإسرائيلي. الاجتياح الإسرائيلي رفع شعارات وأهداف. وهي أربعة أهداف. أولاً اشتثاث المقاومة وقتل قياداتها. ثانياً اطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين. ثالثاً طرد الفلسطينيين إلى سيناء. أربعة عودت المستوطنين إلى مستوطناتهم المحيطة في خلاف غزي. نعم. ولذلك جلالة الملك عمل الجولة الثانية وعلى بروكسل. والتقى بالقيادات الأوروبية في 8 نوفمبر. يعني 8-11. فكل جولة كانت يعني معتمدة على الحدث أو الواقع السياسي على الأرض في الميدان. تمام. الجولة الثالثة هذه التي بدأت بـ 8 شباط أيضاً للمجموعة الأوروبية. ولكنها شملت الولايات المتحدة وكندا. لذلك كما تفضلت في المقدمة كانت هذه هي البرامج. ولكن هذه الجولة كانت تتميز أنها بدأت مع فشل المستعمرة الإسرائيلية في مسألتين. الأولى هي في 7 أكتوبر. إخفاق، صدمة، مفاجأة. ولكن الفشل هو في عدم تحقيق أي من الأهداف التي سعى لها نتنياهو وفريقه. وبالتالي هذا الفشل هو الذي دفع رأس الدولة جلالة الملك للسفر من أجل توضيح السورة بأن المسألة لا تتعلق بهذه الأهداف. فإنما الذي وقع، الذي حصل هو إبادة، هو تصفية، وقتل عشرات الألاف من المدنيين الفلسطينيين. وتدمير 70% من الممتلكات والمدنية الفلسطينية. إذن نتحدث فقط عن فكفكة السردية الإسرائيلية، لكن نتحدث أيضا عن بناء صورة أخرى موجودة تحديدا لدى هذه العواصم وهذه الدولة. هذا الآن الملك لديه مصدقية، لديه رؤية، لديه حكمة سعة أفق ويجد التعامل مع الغر. وهذه هي الميزة التي لديه بأنه في بلد مستقر آمن وفي نفس الوقت عنده تطلعات وأيضا عنده قلق كبير وشديد. لماذا؟ لأننا نخشى من نجاح السيناريو الإسرائيلي في قطاع غزة. إذا نجح السيناريو الإسرائيلي في قطاع غزة، شي مؤكد سيتقلون هذا السيناريو إلى القدس والضفة الفلسطينية. لذلك يجب أن يكون الهدف واضح أن الأردن يعمل من أجل تحقيق غرضين. الغرض الأول حماية الأمن الوطني الأردني من خلال منع وإفشال محاولة إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين وأن تبقى القضية الفلسطينية هناك على الأرض الفلسطينية. فبالتالي هذا بيحمي الأمن الوطني الأردني أولا وعلينا واجب بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني باتجاهين. بقاءه وصموده على أرضه وثانيا دعم نضاله من أجل انتزاع حقوقه الوطنية على أرضه الوطنية. جيم سنأتي لكثير من التفاصيل لكن أيضا أستمع من الأستاذ مجيد للسياق هذه الزيارة. ويمكن قبل قليل تحدث ماليا الأستاذ حمادة وأيضا سألته بأن هذه الجولة تحديدا أتت للعواصم الرئيسة التي كانت بالمطلق داعمة للسردية الإسرائيلية. بوجهة نظر الإسرائيلية. من هنا يأتي أهمية السؤال عن أهمية الزيارة سؤال مجيدة. أصفوا. سيدي الزيارة مهم وخصوصا في ضوء التصريحات العلنية طبعا للمتطرف نتنياهو للمتطرفين لأعضاء وزارة الحرب لبن قفير لسيموتريتش إلى آخره عن اجتياح رفح. الآن الحديث عن رفح يعني دفع لما نحكي عن رفح غزة كلها قطع صغير 360 كيلو متر. لما تحشر كل وهذا حصل كل سكان أو 90 أو 70% منهم في منطقة مثل رفح يعني أنه في 27 ألف بني آدم على كل كيلو متر مربع. يعني الكتف بالكتف ما في أي قنبلة بتنزل أي صاروخ بده يعمل كارثة بشرية مجزرة جثث على الأرض بالمئات. العالم لم يستطع كبح جماح التطرف الإسرائيلي سواء في الاجتياح البري الذي أشاره الأخ حمادة عندما اجتاحت إسرائيل قطع غزة بريا. وأيضا القصف العشوائي الذي استهدف المدنيين بالطيران وبالمدفعية والمشهد الذي نراه الآن على قطع غزة يثبت أن هذه حرب تشبه الحرب العالمية الأولى والثانية من حيث الدمار الذي اشتاح هذا القطاع. الآن الملك سارع كما سارع أول مرة ولم ينتظر مؤتمر قمة عقدة طارئا بعد شهر. نحن تحدث بعد 7 أكتوبر أبدا سارع بعد أيام قليلة والتقى بقادة الدول الأوروبية الذين كانوا مندفعين بشكل أعمى تأييدا لإسرائيل. الآن وغير جزئيا بالمزاج العام لدى هذه الدول لا نقول أنه تغير بالمطلق أو 100%. الآن أيضا انطلاقا من واجب القومي انطلاقا من القلق الذي ينتاب على الفلسطينيين وعلى الأردن أيضا ذهب مسرعا ليتحدث لهم عن كارثية الاجتياح الإسرائيلي لرفع إذا ما نفذ نتنياهو. والذي ما زال يصر أنه سينفذ هذا الهجوم واليوم أعتقد قدم خطة الهجوم لمدس الوزراء. إذن الملك في كل مرة الوحيد الذي يتحرك. الوحيد الذي يتحرك ولا يكتفي بالتنديد وبالوعيد من المكاتب ومن الدواء الرسمية بل يتحرك بنفسه مستغلا وموظفا كل سمعة الأردن المتراكمة. كل طاقاته كل ثقله كل علاقاته من أجل منع هذه الكارثة من التنفيذ وكبح جماح العدو الإسرائيلي من أن ينفذ خطته. هذه مضمون الرسالة طبعا أيضا الثوابت هي وقف العدوان تمرير المساعدات إلى الجوعة في قطاع غزة المدنيين تمرير الأدوية. الناس هناك تجرى لهم عمليات بتر من غير مخدر من غير بنج. هذه كارثة العالم يغمض أعينه ربما بالنفي لكن واضح أن هذه دولة خارجة عن القانون دولة عصابات متمردة. لا رأينا كيف أن الولايات المتحدة الأم الرؤوم لإسرائيل التي تمدها وما زالت بالأسلحة وبالمعدات. كيف تمردت الإدارة الإسرائيلية المتطرفة على الإدارة التي تساعدها. فما بالك بالدول الأخرى هذه غير والد بالحسبان أبدا. الملك عندما يتحرك دائما يكون الهدف منه هو حماية الشعب الفلسطيني. الخطاب الملكي الأردني 99% منه عن فلسطين. لم أسمع أنا رافقت جلالة الملك تشرف بأكثر من مرة. وكذلك رافقت جلالة المرحوم الملك حسين أيضا. كانت أحيانا بعض الزيارات لا يذكر فيها مصلحة الشعب الأردني والأردن. كل الحديث كان عن القضية الفلسطينية عن ضرورة إنصاف هذا الشعب وتحقيق حلمه وتطلعاته في إقامة دولته على أرضه وعلى ترابه الوطني. وبغير هذا الأسلوب وبغير هذا الحل لن يكون هناك سلام لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين ولا للمنطقة بالمناسبة. كل التنظيمات الإرهابية التي شهدناها سابقا النصرى وداعش كانت تعتمد على الظلم الإسرائيلي وكانت ترفع راية الإسلام. وهناك من يصدق المقهورون كثر. فهذا الإرهاب الذي استشرى بالعالم نتيجة الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني ونتيجة هذه الإدارات المتعاقبة المتطرفة في الكيان الصوريوني. تمام وهذا التأكيد للملكي دوما أن وجود عدم الأمن وعدم الاستقرار ستبقى ذوامات العنف وأيضا التطرف. حمادة من البيت الأبيض كان حديث جلالة الملك. يمكن الكل شاهد واستمع لهذه الكلمات لهذا الحديث الملكي. لكن لابد أن أتوقف عند عنوين بارزة وهي جزء من حوارنا لهذا اليوم. بالتأكيد على ثوابة رئيسة بأهمية وقف إطلاق النار. أهمية فرض هذه الهدنة. أهمية ديمومة المساعدات والإغاثة الفلسطينيين. عدم الفصل بين الضفة الغربية وغزة وعدم ترك ما يقوم به المستوطنين تحديدا بالضفة الغربية والضفة الفلسطينية. كما تسميها دوما سيدة حمادة فرانة. وأيضا حتى بملف التهجير عندما قال أسواء التهجير الداخلي أو الخارجي. وأيضا كان ملف النار وكل ملفات رئيسة العناوين الرئيسية الحالية. أهمية حديث والتركيز عليها كان من البيت الأبيض أستاذ حمادة فرانة. نعم أولا كل ما تفضلت به خليني أختصره بأنها قضايا إجرائية. إجرائية. كل القضايا الإجرائية التي نشاهدها نلمسها يعاني منها الشعب الفلسطيني. هي تضمنت في المطالبة الأردنية وفي توضيح الصورة بهذا الاتجاه. ولكن أيضا جلالة الملك تحدث أيضا عن قضايا الموضوعية والموضوع الرئيسي. الموضوع الرئيسي هو الاحتلال. الموضوع الرئيسي هو حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. ولذلك زيارة جلالة الملك هي تتضمن المسألة القضايا الإجرائية وتحاشيها والتعامل معها. والقضايا الأساسية. وأيضا دعني أقول أن جلالة الملك وأيضا سبق ورافقته في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية حينما يزور الولايات المتحدة الأمريكية لندقق أنه يلتقي مع ثمانية عنوين يلتقي مع الرئيس ونائب الرئيس والخارجية لجاني الكونغرس صحيح المخابرات الجيش طرفي الطائفة اليهودية لأنه هناك تضليل أن اليهود كتلة واحدة هذا ليس صحيح صحيح هذا ليس صحيح اليهود كتلتين الإيباك مختلفين على الجيستريت والإعلام وبالتالي يعني هو خلال هذه الفترة يقوم بعملية غزو للولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها لاحظ حتى حينما لم يلتقي مع كل لجاني الكونغرس كمل اللقاء معهم في برلين صحيح فبالتالي يعني هو يعمل بطريقة عملية وبطريقة يعني فيها تأثير فيها حضور فيها قضية فيها مين ولذلك ربما يمكن أن أقول أنه هو يعني رأس الحرب السياسية يعني في مواجهة اللوبي الصهيوني وتأثيراته في الولايات المتحدة الأمريكية ورأس الحرب السياسية في تقديم الموضوع الفلسطيني وبالتالي يعني هذا هو جوهر المسائل التي يمكن يعني أن ندقيقها ونراقبها ونلتقي عليها يعني اعتمادا على يعني التفاصيل التي ذكرتها ولا أريد أن أكررها ولكن هذا هو الموضوع بشقيه الإجرائي والموضوع السياسي ولذلك هذه الجولة تختلف عن الجولات السابقة لأنها اقتصرت على الأوروبا أوروبا التي نعم شكلت مع الأسف مع الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء السياسي سواء في البيان الخماسي الأول الذي صدر يعني تاني يوم بـ 8 أكتوبر وطبعا زي ما قلت جلالة الملك ذهب إلى أوروبا بـ 14 أكتوبر مباشرة والجولة الثانية حينما صدر البيان الخماسي الثاني بعد الاشتياح الإسرائيلي بعد ثلاث أسابيع الاشتياح الإسرائيلي بدأ بـ 28 أكتوبر جلالة الملك كان في 6 نوفمبر يعني في الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بعد هذا الموضوع ولذلك يعني هناك دائما عمل مباشر مبرمج بهذا الاتجاه لكن في هذه الجولة هناك معطيات يعني معطيات جديدة هذه المعطيات أولا الصمود الفلسطيني والجرائم غير العادية غير المسبوقة بهذه البشاعة بهذه القتل والذي استهدف المدنيين ولكن هناك تطور آخر إيجابي هو هذا الإنجاز بين قسين الإسرائيلي أنا تحدث عن الإخفاق الإسرائيلي في مسألتين ولكن أنجز الإسرائيليون أنجزوا عنوانين العنوان الأول قتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير 70% من المتحدات المدنية هذا الذي حرك الشوارع الأوروبية وشوارع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي جلالة الملك ذهب وهناك مناخ مختلف عن المناخين السابقات المناخ الأول كان مرتبط بالبيان الخماسي الأول والبيان الخماسي الثاني اليوم هناك تطور بريطانيا وفرنسا وألمانيا اللي صنع المستعمر الإسرائيلي لغة مختلفة ما بنحكي مواقف لكن على الأقل في لغة مختلفة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بريطانيا بقراراتها فرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية ألمانيا بتعوضاتها المالية ودفع الأجانب اليهودي الأجانب إلى فلسطين هذه البلدان مفرداتها تغيرت مفرداتها تغيرت بسبب الفشل الإسرائيلي والجموح التطرف الإسرائيلي والمظاهرات التي اشتاحت أوروبا وبالتالي جلالة الملك ذهب وهناك مناخ مختلف لدى الأوروبيين ولدى الأمريكان وبالتالي الأمريكان هناك عاملين مهمين في الولايات المتحدة الأمريكية العامل الأول هو المظاهرات ولكن العامل الثاني هو الانتخابات الانتخابات الأمريكية هناك لوبي فلسطيني عربي إسلامي إفريقي لاتيني له تأثير تأثير على الحزب الديمقراطي رسميا بلغوا رسميا قيادة الانتخابات الأمريكية قيادة الحزب الديمقراطي أنهم لن ينتخبوا الرئيس بايدن أو سيضعوا ورقة بيضاء الدكتور جوند بيت رئيس الجالية الفلسطينية المنتخب بشهر 11 حديثا على التليفون قال لي نحن بلغناهم أننا سنضع ورقة بيضاء وإذا الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأفارقة واللاتينيين وضعوا ورقة بيضاء لن يكون إطلاقا بايدن رئيسا للولايات المتحدة في الدورة المقبلة وبالتالي بدأ هذه المتغيرات تمام أستاذ مجيد في السياق ذاته هذه الجولة جاءت بمناخ كما قال أستاذ حماد فراني بمناخ مختلف نريد أن نستمع لمفردات مختلفة سواء من الولايات المتحدة أو أوروبا أميت البناء على هذا الاختلاف لبناء سردية مختلف لبناء جدار آخر على الأقل إن لم يكن موازي للجدار الإسرائيلي لكن على الأقل يدافع عن القضايا الرئيسية السابق يعني بداية بس أحابب أن أوه لحجم الجهد الجهد الذي يبذل جلالة الملك في زياراته وفي جولاته طب لبنتحدث عن أربع خمس عواصم في أربع أيام صحيح عشرات الاجتماعات لقاعات والاجتماعات هذا جهد ذهني وجهد بدني وملفات كثيرة أنا مشان أختصر هاي القصة مرة سألت أحد الأعضاء الوفد المرافق بسألوا عن دولة من الدول اللي زاروها وأنا بعرفها بتقول له رحت على المحل الفلاني شفت كذا قل لي لا اللي أنا رحت عليها أكثر منك كذا مرة أنا لا أعرفها إلا من شباك السيارة من المطار للفندق والعودة أو من شباك الفندق لأنه إحنا من اجتماع إلى اجتماع ونرجع بالليل ومن ننام ما في يعني بريك تايم ما في كما تفضلت كثافة الاجتماعات واللقاءات ما في هاي جولات بالأسواق وكذا مش سياحة القصة قصة عمل يعني عمل الآن وزير خارجيتنا ما زال بميونيخ مصبوب يعني بالمؤتمر وكان له جنس اليوم حوارية صحيح وزير خارجية ما عايش بالطيارة وزير خارجية الأردن عايش بالطيارة هذا هو الجهد الآن لما نتحدث عن كل هذا الجهد الذي يقوم به الأردن إن لم يجد جهد موازي ومساند عربيا عربيا ومدعوما بمبادلة المواقف بالمصالح الدنيا هيك يعني لازم يفهم العالم أنه إحنا عرب عنا أوراق قوة إذا أخذنا الجانب الاقتصادي فهي كثيرة إذا أخذنا الجانب الجيوسياسي كثيرة موقعنا مهم جدا وإلى آخره يجب أن نحصل مقابلها على مواقف بغير ذلك تبقى التصريحات الشفوية والتعاطف كله يعني تطيب خواطر هذا إحنا مش بحاجة إلى ولا بحاجة إلى الإشادة بكرمنا باستيعاب لاجئين وإلى آخره يعني ما لا يقدم ولا يؤخر نحن بحاجة إلى إسناد خصوصا أن العدو الإسرائيلي كل يوم يؤكد لا دولة فلسطينية المعارضة والمتطرفين وجميعهم متطرفون لا دولة فلسطينية لا لحقوق الشعب الفلسطيني لا انسحاب أستاذ مجيد مصداق لكلامك حتى بالظل الحديث الأخير أن بعض الدول قد تعترف بالدولة الفلسطينية كان اليوم في اجتماع قبل قليل الحكومة الإسرائيلية وكان قرار بالإجماع أنه برفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية وكان هناك رد من الخارجي الفلسطيني يبقى أن الاعتراف الدول بفلسطين لا تحتاج إلى رخصة من نتنيا صحيح وهو اعتراف بالمناسبة لو تم صحيح هو خطوة مهمة لكنه اعتراف خلينا نقول معنوي أكثر منه مادي بمعنى أنه بسير فلسطين عضو بالأمم المتحدة وبسير لها تصويت لكن ما في أرض تقعد عليها ما في دولة يعني هو اعتراف بقانونية دولة غير موجودة أو في أحسن للأحوال حكومة منفى إذا عملوا حكومة منفى لكن ليس أكثر من ذلك الآن السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الآن لا حول ولا طول يعني تحتاج إلى تصاريح للانتقال من مكان إلى آخر والقادم سيكون أسوأ بالمناسبة إذا ما بقيت الأمور على هذه الحال وإذا ما بقيت تعنت فيما يتصل بالانتخابات الأمريكية حفظنا رؤساءهم عن ظهر قلب من رئيس إلى رئيس كلهم أسوأ من بعض هناك ضغوط إسرائيلية موجودة في الولايات المتحدة تأخرنا كثيرا وعندما انتبهنا انتبهنا لشراء ملائك فرق كرة قدم وأندية ولم نشتري صحيفة واحدة أو نشتري نساهم بصحيفة واحدة أو محطة متلفزة في الولايات المتحدة لنبلغ الشعب الأمريكي عن مظلمتنا وعن مكانتنا وعن دعوتنا للسلام نحن ننفق على أندية كرة قدم وعلى اللوحات وعلى كل شيء والعالم كله معروض للبيع كل الصحافة بالعالم شركات تستطيع أنت أن تساهم فيها وتصبح عضوا في البورد هذه المشكلة الحقيقية الملك لوحده لا يستطيع بجولاته ولا يستطيع بجهده أن يؤثر مئة بالمئة في تغيير المزاج العام في تغيير هذا التعييد الأعمى القديم والمتراكم في الولايات المتحدة وفي أوروبا جميعهم مضللون جميعهم كذابون هم يسمعوننا معصول الكلام وبالواقع هم مع إسرائيل إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة ما حدث في 7 أكتوبر هو الذي أحيى قضية حل الدولتين كانت مهملة والملك في الأمم المتحدة نبه إلى هذه المسحلة طالما تم وكان قبل 7 أكتوبر بشهور طالما تم تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الانفجار متوقع في أي لحظة وحدث حدث الانفجار كما حذر جلالة الملك لكن هيهات من أن يسمع أحكمة العدل الدولية ستطول المحاكمة لأربع أو خمس سنوات وبعد ذلك لن تلتزم إسرائيل بأي قرار القرار المستعجل الذي صدر بوقف الحرب لا تلتزم به لأن هناك سابق أيضا بوقف الحرب الأوكرانية ولم تلتزم روسيا وهكذا هذه دولة خارج عن القانون دولة لا تفهم إلا لغة السلاح كفانة إضاعة للوقت بالأمل بتغيير الإدارة الأمريكية من جمهورية إلى ديمقراطية من دونالد ترامب إلى بايدن إلى برشحين آخرين منهم رئيسة مجلس النواب كل هذا لا يفيد حتى الرهان على تغير المزاج الشعبي في جيل الشباب أحد الأصدقاء المحترمين نبه إلى هذا الموضوع وهذا أنصر مهم يتم تداول أنه في جيل تحديدا أستاذ مجيد لأنها نقطة مهمة في جيل تحديدا بأوروبا وتحديدا بالولايات المتحدة أنه هناك استطلاعات تحديدا الجيل من 18 إلى 24 عام مختلف بالتفكير بالتأثير وهذا قد يرهن عليه يعني بأمل ضعيف هذا السيستم في الطبق العليا عندما يكبر هؤلاء الشباب ويتدرج بالوظيفة من بقي منهم على هذه العقلية السيستم يرفضه تماما مثل شريط الإنتاج الذي عندما تخرج السلعة يرفض العبوة الفارغة يرفض العبوة غير مطابقة ونحيها جانبا وتذهب للمستهلك العبوة الصحيحة السيستم بالولايات المتحدة لا يقبل أن يرتقي إلى مراكز صنع القرار إلا من هو داخل هذا السيستم مقتنع فيه إلا من يدافع عن المصالح العليا للولايات المتحدة وفي مقدمتها قوة إسرائيل وبقاء إسرائيل وهذا يعني كل من ذهب إلى الولايات المتحدة واتصل بما طبق يعني بالصحفيين بالدخل إلى الكونغرس الخارجية يعني أنا لدي تجربة أني دعيت لوزارة الخارجية ورأيت كيف يفكروا في وزارة الخارجية الأمريكية وكيف أنه يعني جيش المستشارين يوجههم بكيفية التصريحات إزاء الأحداث التي تتم في منطقة نتحدث عن مؤسسات لكن عملية التأثير ممكن قد تكون ممكن بدأ حلقة أو تفصيل كيف أكيد عملية صناعة القرار وعملية التأثير أستاذ حمادة من الحديث التي تفضلت فيه قبل قليل ذكرنا أنه في بعض المتغيرات حتى أمكن ببعض المفردات هذا التغير تحديدا بالولايات المتحدة وشاهدنا ممكن خلال الفترة الأخيرة في بعض القرارات إنجاز التعبير تحديدا فيما يتعلق بالمستوطنين بالضفة الفلسطينية بعض التفاصيل تعتقد هذا التغير قد يغير من صورة المشهد أم أنه تغير لظروف معينة ولا يعول عليه كثيرا في تغيير مجريات الصراع والحرب الدائرة على غزة نعم يجب أن نخذ ذلك في مسار تدريجي يعني لن يكون هناك انقلاب لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا ولكن لا يمكن القبول بأن هذه السياسة ستتواصل وستستمر يعني بشكل دائم ومستمر ولذلك لا شك أن النضال الفلسطيني هو الأساس يعني صحيح يعني هذا المعركة 7 أكتوبر هذه المحطة الرابعة في الإنجاز الفلسطيني كانت المحطة الأولى قبل عام 67 بولادة منظمة التحرير الفلسطينية وانطلاقة الثورة الفلسطينية ومع الأسف حتى كثير من الناس لا يدركون أن ولادة منظمة التحرير الفلسطينية تمت في الأردن في القدس حينما كانت القدس جزء من المملكة الأردنية الهاشمية ب28 أيار سنة 64 والمرحوم الملك حسين هو الذي افتتح المجلس الوطني التأسيسي الأول وأيضا معركة الكرامة معركة الكرامة هي البداية الانطلاق الحقيقية الفلسطينية الإنجاز كان للجيش العربي الأردني ولكن الذي استثمر ووظف نتائج هذه المعركة هم الفلسطينيين وبالتالي كانت هي البداية الأولى هذه كانت المحطة الأولى المحطة الثانية كانت الانتفاضة الأولى عام 87 التي فرضت على إسحاق ربين الإقرار والاعتراف بالشعب الفلسطيني وبالنظمة التحرير وبالحقيق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى الأرضية هذا الاعتراف الأمريكي الإسرائيلي الذي جرى في ساحة البيت الأبيض في سنة 93 ب13 أيلول 93 جرى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية عودة الرئيس الراحل ياسع عرفات بين 94-99 400 ألف فلسطيني عادوا إلى فلسطين وولادة السلطة كبداية والأهم نقل الموضوع الفلسطيني من المنفل الوطن أصبحت القضية الفلسطينية هناك على أرض فلسطين وكان الإنجاز الثالث في الانتفاضة الثانية عام 2000 التي أرغمت شارون بأيار سنة 2005 بالرحيل من قطاع غزة بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال 7 أكتوبر كانت هي المحطة الرابعة التي شكلت صدمة للمجتمع الإسرائيلي و للمؤسسات الإسرائيلية و التي تم تحقيقها في مناطق 48 و ليس في مناطق 67 و كان عدد القتلى الإسرائيلي أكثر من ألف عدد الأسر الإسرائيلي أكثر من 250 وبالتالي كانت هذا نقلة نوعية و من هنا ردة الفعل للمستعمر الإسرائيلي كانت في غاية التطرف و لكن رغم هذا الإخفاق و البرنامج الذي وضعه و لكن أيضا أخفقه في تحقيق يعني البرنامج الذي وضعه يو آف جالانت و وزير الدفاع لذلك هناك إنجازات على الأرض و ليست يعني مسائل فقط يعني إعلامية و لكن أيضا على المستوى الأوروبي و على المستوى الأمريك لا هناك تحولات في الشارع و أنا بخالف أخي و صديقي بهذه الموضوع بقصة الاعتراف يعني الاعتراف الآن الاعتراف الآن قد يعني الآن هناك قضية في الأمم المتحدة في 29-11-2012 تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الجمعية العامة 138 دولة و لكن حتى تكون دولة مراقبة لدولة عامل هذا يحتاج لقرار من مجلس الأمم حتى يؤتم قبول الطلب بده تسع أعضاء لحد الآن يم يتمكن الفلسطينيون من تحقيق من وجود تسع أعضاء تمانية باستمرار و بالتالي إذا بريطانيا و فرنسا الولايات المتحدة دعمت دعمت أو ما أخذت قرار فيتو طبعا إذا تم توفير أولا تسع تسع أعضاء و أن لا يمارس الخمس الدائمون بالتالي فبالتالي يعني هناك تحدي في هذا المجال لكن كما حقق الفلسطينيون بعد سنوات طويلة من الأربع وسبعين الاعتراف في منظمة التحرير بسنة 12 يعترفوا بالدولة و لكنك دولة مراقبة الآن يتطلعون لأن تكون دولة عامل طبعا دولة عامل كما تفضلت و كما أشار أخي نعم دولة محتلة ما زالت لكن هذه كلها خطوات عملية إلى آخره و إلا لماذا المستعمرة الإسرائيلية ترفض طبعا المستعمرة الإسرائيلية قيمت على أساس قرار 181 قرار حل الدولتين من 29-11 سنة 47 و حققوها بسنة 15-15 عام 48 و لكن العالم اعترف بدولتين واحدة و لم يعترف بدولة الأخرى إلى الآن و لذلك هذه إنجازات تراكمية على الأرض و في الميدان و على المستوى السياسي لا يقل الإهتمام و الإنجاز عن مستوى ما يجري على الأرض و لكن ما يجري على المستوى السياسي و إنعكاس لما يجري على الأرض و لذلك على الأرض في هناك نضال يعني الآن في قطاع غزة كما قلت فشلوا و في كل البرنامج و الآن باقي أمامهم فقط يعني رفح يراهنون برفح على أن يكون الأسرى في رفح و يمكن إطلاق صراحهم و قيادة حركة حماس في رفح يمكن يعني قتلهم و لكن في الضفة الفلسطينية في هناك انتفاضة متواصلة و مستمرة يوميا قبل 7 أكتوبر و لذلك هناك في نضال فلسطيني يعني مستمر طبعا في الضفة الفلسطينية فعملين حواجز 700 حاجز ممنوع الانتقال من قرية لقرية من مدينة إلى مدينة إلى آخر و هذا ليه لأنه في هناك شعب و لكن أريد أن أقول في نهاية الكلام بقصة الضفة لأنها مهم دعم المرور فيها يذكر غزة و هو الشيء المهم غزة ربما هي خطف الأضواء بالتأكيد و لكن الضفة الفلسطينية تمام يعني جلالة ملك في البيت العبيد عندما ذكر أنه بالضفة الغربي من 7 أكتوبر حتى هذا اليوم أكثر من 400 شهيد و آلاف المعتقلين باستثناء الجرحة فضل أريد أن أقول بس نقطة أخيرة أن الصراع الفلسطيني الإسرائيل يقوم على مفردتين الأرض والبشر هم احتلوا كل الأرض لأنهم متفوقين و معهم أوروبا و أمريكا و الشعب الفلسطيني و النضال الفلسطيني و الحركة الوطنية الفلسطينية هي الأضعف و لكن النقطة الأخرى البشر فشل المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي في طرد كل الشعب الفلسطيني و بالتالي هناك اليوم أكثر من 7 مليون بالإحصاءات سنة 22 7 مليون 142 ألف 7 مليون 142 ألف عربي فلسطيني و بالتالي وجود 7 مليون فلسطيني يحول دون إقامة الدولة اليهودية هذا الفريق الحاكم المتطرف لدى المستعمرة الإسرائيلية هذا الموضوع الرئيسي الذي يشغله و من هنا يجب أن يفسر و ضد غزة و الفصائل و ضد أيضا الضفة و أوسل و أن عملية القتل للمدنيين و ليس للمقاومة الفلسطينية للمدنيين الفلسطينيين هو العامل الديمغرافي و بالتالي هم يسعون لقتل الفلسطينيين أو لطرد الفلسطينيين و بالتالي ما فعلوه عام 48 و لكن الذي فعلوه عام 48 لم يكن هناك شاشة الميديا و لا إعلام و لا تصوير و لكن الآن بكل وقاحة يمارسون عمليات القتل و التدمير أمام الملأ و أمام العالم بكل وضوح و من هنا حالة التغير أد نسبية في الشوارع الأوروبية و في الشوارع الأمريكية فيما تبقى من توقيت جزء من تطورات الأحداث التي هي متسارعة و يومية يمكن سؤالي أسأل سيد مجيد أو يعني ما الذي يحصل الآن تحديدا بمعنى تصريحات الأخيرة الصادرة عن ساسة الاحتلال إذا لم يتم التوسع للاتفاق و هدنة سنتحرك برفح بمعنى رفح خيار لدى ساسة الاحتلال استراتيجي بالدخول إلى رفح لإعتقال أو قتل قادة المقاومة و تحرير الأسرة كما يقولون أم أنه مربوط باتفاق الهدنة و كما يقول بلغة السياسة و الإعلام دخلنا بمرحلة العض على الأصابع من كل الأطراف سيدي شوف المخطط الإسرائيلي قديما و حديثا قائب على احتلال الأرض و تفريغها من السكان قتلا تهجيرا تسهيلا للهجرة بكل الوسائل ترغيب و ترهيب الآن ما حدث بسبع أكتوبر هذا الذي يجب أن يبنى عليه و إن لم تحل إن لم يذعن العالم الآن لاشتراطات و لتداعيات 7 أكتوبر سيأتي 7 أكتوبر آخر قادم و ستعادل كرة هناك تضعيات لكن سيراكم الموضوع بيننا و بين هذا العدو الإسرائيلي المحتل هو السلاح كل الكلام الذي يقال هنا و هناك لا يغير بنسبة 10% من الموقف طالما هذه الدولة تمتلك السلاح و نحن لا نمتلكه صعب أن يتغير شيء يعني الآن بدهم نروحوا على رفح إن شاء الله لن يحققوا أي هدف لكن ماذا سيخسرون بضعة جنود أو مهما قتل من الجيش الإسرائيلي هذا لا يهم نتنياهو لكن بيدمروا رفح كما دمروا دير البلح كما دمروا خان يونس كما دمروا شمال غزة إلى آخره كله وسواء طلعوا أو ما طلعوا إذا بس بدي أنا ألقي إضاءة على قضية واحدة في بداية المعركة كانوا يتحدثون عن الجانب العربي يتحدث عن أسرى مقابل أسرى الكل مقابل الكل صحيح لكن لم يتنبه أحد أن نتنياهو كان ومجلس الحرب الخاص به كان يعمل على أنه موجود على الأرض الآن كيف ستنسح بالدبابات الإسرائيلية من قطع غزة بأي شروط وبأي مقايضة طيب هل فقط أسرى مقابل أسرى واحد مقابل ألف نعطيكم مئة أسير بتعطونا خمس تالاف عشر تالاف أي رقم نوعا وكما طيب والدبابات اللي على الأرض كيف بدأت تطلع بنتنياهو سيستعملها ورقة إذن نحن علينا دائما أن نبدأ وللأسف لا نبدأ علينا أن نبدأ نبدأ من الآن الحل بوجهة نظري أنا حرب واحدة تنهي الموضوع نعد لها من الآن لو نفذناها بعد عشر سنوات حرب عربية إسرائيلية تنهي الموضوع هذا العدو لا يفهم إلا لغة السلاح نعد أنفسنا ونحاربه لو كنا معدين أنفسنا ولم تفرض علينا الحرب بال67 قبل أوانها لتغيرت الصورة لا نريد أن ندخل في قائمة الأخطاء هذا الموضوع صار في ذمة التاريخ لكن يجب أن نبدأ ودائما يجب أن نبدأ ولا أن نؤجل هذه البداية أبدا إطلاقا بغير ذلك سنظل نعاني حروب بالتقصيد ضحايا كل عشر سنوات إحنا 48 56 73 معركة الكرامة حروب كثيرة في معظمها خسرناها وفي معظمها ربحها العدو 56 بالمناسبة لم تكن انتصار للمصريين للأسف الشديد تحدث عن العدوان الثلاثي العدوان الثلاثي هذا كان ربما انتصار معنوي سياسي لكن على الأرض كان هناك خسائر يعني راحة بلاد في 56 المهم يجب أن يبنى على هذا الذي حصل في 7 أكتوبر ويدعم أيضا وتدعم المقاومة ويصبح لدى الدول العربية ذراع مقاوم رأس الحرب فيه الشعب الفلسطيني تمام أنا بدي ممكن بدقيقة لأنه ممكن ما تبقى كثير من الوقت فيما يتعلق باتفاق الهدنة اعتقادك كمراقب كمتابع قبل أيام كان الحديث عن الهدنة وكأنه قابة أو قوسين أو أدنة من التنفيذ بعد ذلك أجل الآن الحديث عن رمضان ما قبل رمضان نعم قراءتك لله يعني المشهد معقد لأن الجانب الإسرائيلي داخل مجلس الحرب وداخل مجلس الوزراء هناك تعقيدات نتنياهو على تطرفه هناك من هو متطرف أكثر منه لا يعير أبدا أي قيمة للأسرة الإسرائيليين لدى حماس هو يريد أولا أن ينجو بنفسه يطيل أمد الحرب لينجو بنفسه ثانيا ليقنع الشارع الإسرائيلي أنه ماضي في تحقيق أهداف تعود عليهم بالمدى البعيد وعلى أحقق انتصار ومنجز إلى آخره كانت تصريحات وزير خارجية قطر المفاوض المصري كما تفضلت قابة أو قوسين أو أدنة لكن الشروط التي تنصل منها ووضع شروط جديدة لم توافق عليها حركة حماس والآن الذي يمتلك أوراق القوة الأكثر هم حماس وليسوا الإسرائيليين تمام أستاذ حماس يمكن سؤال الختامي في كثير من العناصر كما سألت له أستاذ مجيد لكن بالتصريحات الإسرائيل الأخيرة قبل ساعات عندما يقولون ساسة الاحتلال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سنقوم بالتحرك برفع هل تعتقد أن إسرائيل وكأنها تقول إذا لم توافق فصائل المقاومة على الشروط الإسرائيلية فإن الدخول إلى رفع سيتم بأي ساعة هل هذا ما تريد إسرائيل باعتقادك وهل هذا ما قد توافق عليه الفصائل المقاومة المشكلة قد يدلو غضابي بعد الشيء خليني بداية أن أقول أن اتفاق صفقة باريس اللي تمت بـ 27 شهر الماضي تمت بموافقة أمريكية إسرائيلية قطرية مصرية كان رئيس الموساد ورئيس الشباك ولكن لما رجعوا حكومة المستعمرة يعني نتنياهو لم يقبل به وبالتالي تراجعوا عن هذه المسألة الآن هناك شروط جوهرية من قبل حماس حماس تقول وقف إطلاق نار انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وأيضا يعني إطلاق صراحي يصير في تبادل عمليات أسرع هذه الشروط التي وضعتها حركة حماس لحد الآن غير مقبولة لدى المستعمرة الإسرائيلية ولكن هناك محاولات ما زالت مفتوحة ما زالت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات المستعمرة الإسرائيلية لن يردعها أحد ستواصل يعني هجومها لأن نتنياهو لا مصلحة له لا في وقف الحرب ولا في إطلاق وتبادل الأسرة لأن ذلك سيؤدي وقف إطلاق النار وتبادل الأسرة إلى إدانته وبالتالي يعني هناك لجنة تحقيق الآن ستبدأ عملها برئاسة شاول منفاز رئيس الأركان السابق وبالتالي هو لا يريد لا إطلاق صراحي الأسرة ومن هنا عمل يعني هو بيقود عملية إفشال يعني السفقة التي تمت وبالتالي هو يريد أن يفرض شروطه هو لأنه يريد عملية الاقتحام والإخفاقات التي مني بها يريد الرهان على يمكن أن تكون معركة رفح تحقق له بعض الإنجاز في المسائل التي ذكرتها وهي إطلاق صراحي الأسرة الإسرائيليين إذا وجدهم في رفح وقتل قيادات حماس إذا وجدهم في رفح وأيضا يمكن أن يكون هناك دفع فلسطيني باتجاه يعني التسلق على الجدران وإلى آخر وإلى آخر ونقل الأزمة إلى مصر ويعني ما زال عنده رهان بهذا الاتجاه ومن هنا لا أستطيع أن أقول أن هناك لأنه القرار والبرنامج نحو اجتياح منطقة رفح مأخوذ وأعلن عنه وأعطوه مهلة أسبوعين الآن مضى أكثر من أسبوع بهذا الاتجاه وبالتالي إذا لم يكن هناك سفقة يمكن أن تبرز فجأة لأنه مزالت المفاوضات غير العلانية قائلة مستمرة وجارية والآخرة ولكن هل تحقق غرضها لا أستطيع أن أقول أنها تستطيع أو لن تستطيع وبالتالي مفتوحة على كل الاحتمالات الأستاذ حمادي فراني شكرا جزيلا لك يا مرحبا الأستاذ مجيد عصفور شكرا جزيلا لك وشكرا لتشريفكم هذا المساء مشاهدين شكرا للمتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة